من جانب أكد ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي إنه تم مناقشة كافة التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحرية المواطنين وتخفف عن كاهل المتقاضين والمحاكم في السياق اعتبرت رئيسة المجلس القاومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء بصياغات منضبطة تعززه من الخطوات الحديثة التي اتخذتها الدولة في مجال حقوق الإنسان مطالبة بسرعة إقرار مشروع القانون بشكل نهائي وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملاف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القاومي لحقوق الإنسان في مصر الذي سيتم في أكتوبر القادم